من الميادين السلام عليكم وإلى العنوين شهيد فلسطيني بقصف قوات الاحتلال مواقع شمال غزة وحماس ستواعد بأن الدماء الشهداء لن تذهب هدرا الاتحاد الأوروبي يحذر من أن الانسحاب من الاتفاق النووي سيعرض أمن المنطقة للخطر أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران يؤكد أنه لو لم تهزم إيران داعش لكانت بغداد ودمشق والكويت بأيدي الإرهابيين الرئاسة التونسية تعلق العمل بوثيقة قرطاج 2 واتحاد الشغل يعلن أنه غير ملزم بأي شيء أهلا بكم سوشيد الشاب محمد أحمد الرضيع باستهداف قوات الاحتلال مواقع شمال قطع غزة كتاب القسام نعت الشهيد مؤكدة أن دماءه ودماءه جميع الشهداء لن تذهب هدرا الاعتداء أدى أيضا إلى جرح فلسطيني آخر هذا واستشيد الشاب ناصر العريني متأثرا بصبطه برصاص الاحتلال قبل أيام من شرق جباليا وفق ما أعلنت وزارة الصحة ليرتفع بذلك عدد شهداء مسيرات العودة إلى 117 وفي الضفات المحتلة جرح 17 فلسطينيا خلال تصدي من اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الأمعري للاجئين قرب رمالله حيث اعتقلت 15 شابا بحجة البحث عن مقاومين فلسطينيين تتهمهم إسرائيل بقتل أحد عناصر قواتها الخاصة اقتحم المئات من جنود الاحتلال معززين بآليات مصفحة مخيم الأمعري قرب رمالله فيما اعتلى القناصة أسطح البنايات في المخيم وأطلقوا الرصاص الحي والمطاطي باتجاه عشرات الشبان الذين تصدوا لهم بالحجارة ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات في صفوف الشبان وصل إلى مجمع فلسطين الطبي صباح اليوم 17 حالة نتيجة اعتداء قوات الاحتلال على مخيم الأمعري معظم الإصابات الموجودة هي بين المتوسطة وخفيفة قوات الاحتلال فجرت أبواب المنازل قبيل اقتحامها واعتدت على أصحابها بالضرب قبل أن تعيث فيها فسادا وتخريبا اسمعنا صوت الصياح وسراخ اتطلعنا من الشباك لكينا اللي هو بضربه في ابن أختي ساكن عندنا في الطابق الأول الأرضي طبعا ساكن فيه بكسروا فيه تكسير ليش لأنه منعهم أنهم يدخلوا على حرمة بيته وهو وزوجته في غرفة النوم اللي صار اللي فاتوا بقول لك أخدوا أخوي أولاد أخوي اقتح فجروا البواب يعني بقدروا لا ناس أحييين عن صلاة الفجر يعني نقدر نفتح لهم باب البابس هم مش راضيين هم فجروا البواب وعبروا وأخذوا هم راحوا فيهم خمسة عشر مواطنا اعتقلتهم إسرائيل من مخيم الأمعري تبحث بينهم عمن تتهمه بالمسؤولية عن مقتل جنديها قبل نحو أسبوع فيما يؤكد سكان المخيم أنه وقع عن السلم أثناء شنه مع كتيبة من جنود الاحتلال حملة اعتقالات في المخيم الجندي مسك في الشايش هو الشايش قلب عليه الشايش قلب عليه ولكن لا حد دب عليه شايش ولا شيئات فيه لها وراه هدف سياسي من أجل غطه على أحداث حصلت في غزة وشو هذا نزلت في غزة بدون ما حاولوها على الضفة الغربية حملة الاعتقالات الإسرائيلية لم تتوقف عند الأمعري بل طاولت بيت لحم وطول كرم حيث اعتقلت فيهما ثلاثة عشر فلسطينيان اعتقالات واشتياحات واستباحة للدم الفلسطيني جرائم تواصل إسرائيل ارتكابها وسط صمت دولي وهرولة عربية لتطبيع العلاقات معها نسر سلمي من مخيم الأمعال للاجئين الميادين شهدت مسيرة العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة نماذج فلسطينية مشارفة فمن الطفل الشهيدة وصال الشيخ خليل إلى الطفل مصطفى رنتيسي ضرب الفلسطينيون أمثلة حية في التضحية لأجل ثوابتهم تقرير أحمد شلد هي آخر لحظات الشهيدة وصال الشيخ خليل قبل أن تعاجلها رصاصة إسرائيلية استقرت في رأسها أثناء مشاركتها في مسيرة العودة يوم الرابع عشر من أيار مايو واليوم لا يخفف مرارة الفاجعة لدى عائلتها إلا افتخارهم بأن ابنتهم هي أول شهيدة في مسيرات العودة أنا بنتي لما قدمناها المسيرات وطلعت شهيدة في دهالوطن وأنا بس بنا كل الناس كل الناس يطلعوا أولادهم مش يوقفوا لحد مثلا نستشهد فلان وخلاص بدناش نطلع أولادنا لا الكل لازم يكمل وراهم هذه مسيره لازم يكمل عشر ربنا يطلع لنا إن شاء الله وننتصر على هالأعداء وصال التي لطالما حرصت على المشاركة في مسيرات العودة عادت مكفنة بعلم فلسطين لتكشف عن بشاعة احتلال وخزلان عربي ودولي كما تقول عائلتها وكما مثلت الشهيدة وصال لموذجا للفتاة الفلسطينية التي تضحي بأغلى ما تملك لأجل قضيتها كان لأطفال فلسطين نصيب كذلك من معاني البطولة التي تجسدت في نقاط التماس صرخة العبور هذا ما أطلقه الغزاويون على بكاء الطفل المصطفى الرنتيسي لحظة تمكن الشبان من قص السياج الأمني الفاصل إلى المكان عينه يعود الطفل مصطفى من جديد مسلحا بعزيمة تؤكد أن ما حصل يأكشف تعلق الفلسطينيين بأرضهم الصغير منهم قبل الكبير في آخر الفيديو صرت أبكي من شدة الفرحة لأنه أنا حسيت حال أنه سأرجع على بلادي اللي هي يبنى وحسيت أنه خلص لما رقيت ليهود قاعدين بتراجعوا في جباتهم في دباباتهم قاعدين بتراجع في أسلحتهم حسيت حال أنه خلص سأرجع على بلادي اللي هي يبنى بإذن الله سنرجع عليها محررين مكبرين بإذن الله وعلى بعد مرمى حجر من فلسطين المحتلة يقف مصطفى كما يقف آلاف غيره ينشد حق العودة مهما عظمت التحديات وطال الزمن أحمد شلدان غزة الميادين في هذا الأثناء ومقابل إدانة الدولية الواسعة لعنفها المفرطة واستخدامها القوى القاتلة ضد العزل المشاركين في مسيرات العودة تحاول إسرائيل تصوير مستوطنها كضحية لطائرات الورقية الفلسطينية التي تسميها سلاحا يتسبب في حرب استنزاف على الحدود مع غزة ملك خالد هذه طائرة إسرائيلية وهي من نوع الطائرات من دون طيار الحديثة نسبيا إذ استخدمت للمرة الأولى في حرب فييتنام أما هذه فطائرات يصنعها الفلسطينيون من ورق ليحملها الهواء فوق الحدود مع أرضهم المحتلة وهي اخترعت حتى قبل محاولة عباس بن فرناس الطيران قبل 1200 عام الطائرات الإسرائيلية ترمي قنابل غاز يحار أطباء القطاع المحاصر في تحديد نوعها لتسببها بتشنجات لا إرادية لم يعينها قبلا لدى من يتنشقها إضافة إلى دورها المباشر في قتل كثر من بين 120 شهيدا منذ بدء مسيرات العودة في المقابل يقول إعلام إسرائيل أن 300 طائرات ورقية يشعل الفلسطينيون أطرافها بفتيل يأملون ألا ينطفئ أوقضت نحو 100 حريق في ألاف الدنومات الزراعية لكيبوتسات غلاف غزة كان حال عوز وبئيري من دون أن يصاب إسرائيلي واحد ولو بخدش إسرائيل تقدر الخسائر بسبب ما تسميه إرهاب الطائرات الورقية بملايين الشواكل وحكومتها تدرس التعويض المادي عن هذه الخسائر المتفاقمة بسبب استمرار بعض الحرائق أياما إضافة إلى تهديدها بمقاضات الفلسطينيين بسبب أضرار الحرائق وإطارات المطاط المشتعلة على البيئة تباكي إسرائيل على البيئة محاولة لحرف أنظار العالم عن السبب الحقيقي لمسيرات العودة ألا وهو احتلال فلسطين قبل 70 عاما إضافة إلى حصار غزة المستمر منذ 12 عاما شنت خلالها ثلاثة حروب ضد القطاع وأهله سلمية مسيرات العودة المستمرة منذ نحو شهرين تربك إسرائيل بلا شك إذ تفضح دمويتها طائرات ورقية وإطارات مطاطية تكشف زيفها وإرادة الفلسطينيين تجبر العالم على رؤية حقيقة إسرائيل كما هي حذرت مفاوضة أجون خارجية في الاتحاد الأوروبي فدريكا موغاريني من أن أمن المنطقة سيصبح على المحاك بغياب الاتفاق النووي مع إيران بعد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل رأت موغاريني أن الحفاظ عن الاتفاق النووي هو أفضل طريقة لمنع إيران من تطوير السلاح النووي وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يشارك الأمريكيين مخاوفهم من الصواريخ الباليستية الإيرانية ناقشنا سبل الحفاظ على الاتفاق النووي وعلى التزامات الاقتصادية مع إيران بالنسبة إلينا الاهتمام بالاتفاق ليس لمصلحة اقتصادية فقط بل لمصلحة أمنية أيضا تخص الاتحاد الأوروبي ففي ظل غياب الاتفاق فإن أمن أوروبا والمنطقة سيكون على المحاك ولهذا السبب نتمسك بالحفاظ على الاتفاق مع إيران لأنه ليس هناك من ظروف أفضل في المنطقة إذا تخلى جميع الأطراف عنه أكدت وزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج أن بلادها لا تعترف بأي عقوبات مفروضة من طرف واحد وأشارت عقب لقائها النظيرها الإيراني محمد وظريف إلى أن نيودالهي بالتالي لن تعترف بالعقوبات الأمريكية على إيران بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني علينا أن نقول ذلك بوضوح نحن نقبل عقوبات الأمم المتحدة ولا نقبل عقوبات محددة لدول في السابق عندما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران تجارتنا استمرت مع إيران رئيس السلطة القضائية في إيران صادق أملي لاريجاني أكد أن الشعب الإيراني لا يخضع للضغوط الأمريكية وفي الاجتماع الأسبوعي لكبار مسؤولية السلطة القضائية قال لاريجاني أن العدو بصدد بث الخلاف بين الشعب الإيراني ومسؤوليه وبين المسؤولين أنفسهم على حد تعبيره العدو بصدد بث الخلاف بين الشعب الإيراني ومسؤوليه وبين المسؤولين أنفسهم شعبنا يخضع للضغوط الأمريكية ببعض التهديدات ولن يركع أمامها يبدو أن تجربة التعامل لأربعين سنة مع إيران لم تكن كافية للأمريكيين الذين لم يكفوا إلى الآن عن توجيه الإهانات للشعب الإيراني لا ننسى أن أحد رؤساء أمريكا وصف قبل أعوام الشعب الإيراني بالبربري وفي فترة أخرى قالوا أنه يجب اقتلاع جذور الإيرانيين من الأساس والرئيس الأمريكي الحالي أيضا وجه إهانة للشعب الإيراني الذي يتمتع بحضارة عظيمة تمتد لآلاف السنين عندما وصفه بالأرهابي قبل فترة رغم أنه من جيل الكوبوي رعاة البقر قال أمين مجمع تشخيص مصلحة نظامي في إيران محسن رضايا أنه لو لم تهزم إيران داعش لكانت بغداد ودي مشق والكويت بأيد الإرهابيين رضايا ضاف أن الأمريكيين يريدون إعادة إيران خمسين سنة إلى الوراء مؤكدا أن هذا الأمر لن يتحقق رضايا أكد أن إيران ستقوم بدورها في المنطقة وأنها تستطيع السيطرة على أوضاع الاقتصادية وإدارتها جيدا فاصل ونواصل أهلا بكم من جديد في تونس تعليق العمل بوثيقة قرتاج إلى أجل غير محدد بعد الاختلاف حول البند الرابع وستين من وثيقة قرتاج اثنين الذي يتعلق بمصير حكومة يوسف الشاهد عماد شتار قرر السيد رئيس الجمهورية تعليق العمل بوثيقة قرتاج إلى أجل لاحق إنه نصف اعتراف بالفشل في التوافق حول توصيف المرحلة وتحديد الحلول النهضة تتمسك بالاستقرار وترى أن إجراء تغيير شامل للحكومة في هذا التوقيت فيه إهدار للوقت والجهد ولا يخدم مصلحة البلاد الاقتصادية فيما يرى الاتحاد العام التونسي للشغل أن من تمسك ببقاء الحكومة عليه أن يتحمل مسؤولياته أمام الوطن وتبعات خياراته مع التشديد على أنه غير ملزم بأي شيء بدءا من اليوم أقحمنا البلاد في مشروع تغيير جدري أي تغيير رئيس الحكومة سيأخذ مننا وهذا ما اعتد عليه سيأخذ مننا أربع خمسة أشهر ستة أشهر ونحن في تقعيد العود البلاد ما تتحملش هذا الوضع المالي للبلاد ما يتحملش هذه التغييرات بعد شهرين من العمل لهيئة الخبراء وترحي وثيقة من أربعة وستين بند حذر التوافق في البنود ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية وتعثر عند عتبة تقرير مصير الحكومة في خطوة يبدو أن الاتحاد العام التونسي للشغل وجد فيها صدا قويا من حركة النهضة وتراجعا لفتا في دعم المدير التنفيذي لنداء تونس الذي شقت صفوف حزبه خلافات واضحة حول مصير الشاهد خلافات تهدد الحزب بمزيد من التشضي احنا كمنظمة عنا رأينا في إطار صوتات القرار انت عنا سنتخذ القرار انا بالنسبة لي انا اليوم ما عادش منزم بحتى شايف نجم اقول لك اليوم نحن في وضع متاع ستاتيكو ستو نشوف كيفاش الامور مش تتطور اولى التطورات ستكون بلا ريب انسحب الاتحاد العام التونسي للشغل من وثيقة قرطاش ما يعني ترجع الحزام السياسي الداعم لحكومة الشاهد التي ستدخل في طور علاقة صدامية مع المنظمة الشغيلة وستكون اولى المواجهات مفاوضات الزيادات في الاجور الى جانب خيال خصخصة مؤسسات القطاع العام الامر الذي يرفضه الاتحاد العام التونسي للشغل بشدة غياب التوافق حول مصير حكومة الشاهد يؤدي الى تعليق العمل بوثيقة قرطاش خيار قد يدعم استقرار العمل الحكومي وتقدم خطة الاصلاحات غير انه من المرجح ان يكون مقدمة لعلاقة مواجهة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل عامة شترة تونس الميادين وزير الخارجية روسي سريال افروف اشار الى ضرورة وجود القوات الحكومية السورية فقط على الحدود الجنوبية للبلاد اتفاق انشاء منطقة خفض التسعيد في جنوب غرب سوريا افترض في البداية انسحاب جميع القوات غير السورية من هذا الجزء من الجمهورية العربية السورية وكنتيجة لهذا العمل الذي يتعين ان يستمر وهو مستمر بالفعل يجب ان يتكون وضع يسمح بوجود ممثلي جيش الجمهورية العربية السورية على حدود سوريا مع اسرائيل ما سيطرت الجيش السوري على الحجر الاسود تفقد داعش موقعا اخر لها لتنحصر في بادية دير الزور ووادي اليرموك في ريف درعة جيش خالد المبايع لداعش جنوبية درعة لن يكون بمناء عن حسم معركة درعة سلما او حربا مع تقطعات اقليمية داعمة لانهاء التنظيم تقرير محمد الخدش اخر مواقع داعش جنوبي دمشق تحت سيطرة الجيش السوري تقلص نفوذ التنظيم بحدة ضمن الاراضي السورية الى جيبين الاول في بادية دير الزور الجنوبية والاخر في وادي اليرموك تحت مسمى جيش خالد ضمن المثلث الفاصل بين سوريا والاردن والجولان المحتل موقع استراتيجي اتصل مساحته الى مئتي كيلو متر مربع لم ينجح مسلح الجنوب السوري في قضمه او الضغط عليه الف وخمسمائة مسلح يسيطرون على ثماني قرى ابرزها اتسيل وجملة والشجرة وسحم الجولان لا افق امامهم ضمن معطيات الميدان والجغرافية داعش يسيطر على منطقة بسيطة جدا هي عن ملتقى الحدود الاردنية الفلسطينية المحتلة والحدود السورية في منطقة مركز داعش في منطقة اسمه الشجرة بالاضافة الى سحم الجولان وتسيل وامتدادا الى عدوان سيطرة التنظيم بعيدة نسبيا عن خطوط التماسي مع الجيش السوري محاولات التمدد باتجاه القنيطرة شمالا تصطدم بمواقع الجيش الحر وجبهة النصرة في قريتي غدير البستان والرفيد لكن اي حسم لمعركة درعا والقنيطرة يفرض القضاء على التنظيم ايضا وفي هذا مصلحة اقليمية كبيرة وخصوصا للاردن لا بد من حسم معركة درعا والقضاء على داعش اساسي فيها لانه المنطقة اللي هن موجودين فيها اساس العمل موجود فيها وقضاء على داعش مصلحة اقليمية للمنطقة لانه داعش متاخمة للحدود الفلسطيني المحتلة ومتاخمة للحدود الاردنية فلا بد من القضاء على داعش مع المجموعات الارهابية المسلحة الموجودة في جنوب سوريا حاول مسلح داعش فتح طرق تقودهم باتجاه بلدتين داعل وطفس شمالي درعا تقدموا في اذار الماضي في الحاجز الرباعي في مساكن جلين لكنهم اقبقوا في الاحتفاظ بمكاسبهم محاولات لتوسيع مساحات باتت تضيق عليهم مع اندحار التنظيم عن كامل الجغرافية السورية رهان داعش على بعد الجيش السوري وضعف المجموعات المسلحة لن يستمر طويلا اقتراب موعد معركة درعا يجعل مسلحي التنظيم ضمن اهداف عملية لتأمين الجنوب السوري واستعادته محمد الخضر دمشق ميادين وفي رفع دمشق الغربي رفع العالم السوري في ساحة الشهداء وسط بلدة ببيلا مراسم رفع العالم حضرتها خشود شعبية ورسمية جعلت من مناسبة رفع العالم احتفالا بتحرير بلدات يلدة وببيلا وبيت سحم من الارهاب وبدأ عودة الاهل المهجرين منها احنا بهذا المكان من الالفين واربطعش خيارنا كان المصالحة خيارنا كان المسامحة خيارنا كان انه نجلس على طاولة الحوار خيارنا انه السلاح هو ضرر للشعب السوري كله ياتم وفضل من الله في الالفين واربطعش توجنا هذا الامر والان نقطف ثماره والان العالم السوري يرفرف بفضل الله وكرمه في منتصف بلدة يلدة ببيلا بي السحم ليكون امان واطمئنام في دمشق وريفة هذه المناطق كانت اهلها موجودين بها وحافظوا عليها ووقفوا الى جانب جيشنا الباسل الى ان تم تحريرها بالكامل من كل الارهابيين وعادت الى حم الوطن اليوم سنقوم بجولة ودأمين الخدمات التي حرموا منها هناك تخريب بالكهرباء بالمياه بالبنى التحتية بشكل عام توجيهات السيادة الرئيس دكتور بشار الأسد بعودة جميع الخدمات الى جميع المناطق المحررة تقوم محافظتنا بالتواجد فور التحرير بكل ورشاتها لاعادة جميع الخدمات في حديث للميادين ضمن برنامج حوار الساعة اكد عضو مجلس الشعب السوري خالل عبود ان اي حديث عن تغيير ديموغرافي في سوريا هو سخيف ولا يرقى الى مستوى الدولة هذا يعبر عن عقل سياسي آسف جدا عقل مقبوط مكموش عقل سخيف عقل لا يرتقي لمستوى مفهوم الدولة اي تغيير ديموغرافي هذا الذي يتحدثون عنه عن اي شيء اذا كنا نتحدث عن 18 مليون سني في سوريا هؤلاء ماذا تفعل بهم انا آسف جدا اننا نتحدث بهذه الطريقة لكن هذه حقائق موضوعية هذه حقائق واقعية اي تغيير كيف شلون الى العنوين مجددا شهيد الفلسطيني بقصف قوات احتلال مواقع شمال غزة وحمس تتواعد بان دماء الشهداء لن تذهب هدرا الاتحاد الاروبي يحذر من ان الانسحاب من الاتفاق النووي سيعرض امن المنطقة للخطر امين ومجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران يؤكد انه لو لم تازم ايران داعش لكانت بغداد ودمشق والكويت بأيدي الارهابيين الرئاسة تونسية تعلق العمل بوثيقة قرطاج اثنين واتحاد الشغل يعلن انه غير غير ملزم او ملزم باي شي المزيد من الاخبار والتقارير على صفحة الميادين على الانترنت الميادين دوت نات وباللغة الاسبانية اسبانل دوت الميادين دوت نات الى اللقاء